بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتنا داود وسولينا لعنى وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وغرث سليمان داود وقال يا أيها الناس مننا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبيل وقشر لسليمان جنوده من الجن والإنس من الطير فهم يوزرون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاخكا من قولها وقال ربي أوذغني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال سليماني لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لا أعذبنه وذابا شديدا أولى أنبحنه أو لا أتيني بسلطان مبين جدين فمكث وعير بعيد فقال أحط بما لم تخط به وَجِئتُكَ مِنْ سَبَئِهَا بِنَبَئٍ يَقِيلٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالَهَا يَا أَرْوَشُ النَّعَظِيمُ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَنَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُغْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ